متابعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل التعبين المشوية الطريقة سهلة جدا وبسيطة هتطلح لكم من المياه وهي لسه حية وحنسلخها ونتبيلها ونعملها مع بعض تابعونا لو اول مرة بقى بتشوف القناة بتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد تعالوا ورلكوا التعبين الصحي عاملة زي دي شكل التعبين وهي لسه حية قدام حضراتكم اهي شايفينها الناس اللي اول مرة بتشوف شكل التعبين دي شكلها وهي لسه اهي صحي تمام واحنا بنصور فيديو دينيس كنت صورت لحضراتكم كده التعبين وقتلكم ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم حلقات عن التعبين او الحينشان النهاردة هنعملها بقى مشوية هنعملها ازاي تابعونا الاول عايزين ناخد نبزة كده عن التعبين بتعيش فين التعبين بتعيش في المية الملحة وبتعيش في المية العزبة في ناس طبعا بتعمل لها مزارع بالمية الملحة وناس متخصصة في كده طبعا وبربوها وبتطلع زي الفل وناس طبعا بتعمل لها مزارع بالمية العزبة طب بتهاجد احيانا من المية العزبة الى المية الملحة في حالة التكاصل وبتاخد فترة كده وبترجع وموضوع يطول شرحه خلينا بقى في حلقتنا والتعابين هنعملها ايه لو عايز بقى تسألني وتقول لي انا اعملها ايه في البيت اعملها ردة مقفول ده راكم واحد اتنين اعملها مدفونة في الرز بالخلطة تلاتة اعملها طاجن بالفريك طبعا كل واحد وزوقه بس انا بجيب لكم الافضل الافضل بالترتيب ونعملها طاجن بقى كده بالبصل والفلفل والطماطم والكرفس والجزر والتوم ده بيبقى طاجن برضه زي الفل وبتتعامل مقلي وبتتعامل زيت ولمون على الجريل وزيت ولمون بالخلطة طيب ولو عملناها بالفريك برضه ده من الطواجن الجيدة اللي قلت لحضراتكم عليها ولها طرق تانية ان شاء الله بإذن الله مش عايزين نقاط على نفسنا وهنعمل كل ده بإذن الله في القناة بس اجبروا خطري كده بلايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان تشوفوا ان شاء الله فيديوهاتنا القادمة هنعملها ازاي تعالوا بقى نطلع التابان الكبير ده بقى ونقضه والروح للمطبخ ونكونه حذرين عشان هو وصاحي ممكن يفلت من إيدينا تعالوا بقى ورلكم هتعملوه ازاي بس صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان نقدر نتحكم في التابان لازم نحط عليه ملح عشان ما ايه ما يفلتش من إيدينا وبنتباحه دبحة بالشكل ده كده وبنقطع الرأس اهو وحوريلكم بقى ازاي تسلخوه بالشكل ده شايفين بنخلق جلد كده واحدة واحدة وبنبدأ ايه نشده بس يكون يدينا متعاصة ملح عشان نتحكم فيه كويس اهو طلع سهل معنا حاجة زي الفل لعملية السلخ سهلة الناس المتصعبها بسيطة خالص بمقص بقى ونبدأ نقص الاطراف بتاعته الديل بالشكل ده كده ونقصص هنا كمان زي الفل سهلة سهلة يلا بنا بقى كده نجيب السكينة الحامية بتاعتنا ونبدأ نفتحه من البط ونشوف هنعمله ازاي ده شكله بعد ما سلخنا طبعا يا جماعنا مرضتش اتباحه قدام حضراتكم هو صاحي عشان انا فيه اطفال وفيه حاجات زي كده فلازم نكونوا حازرين بنفتح البط بالشكل ده هو على فكرة لسه صاحف ايدي يعني فيه الروح وحوريكوا رأسه دلوقت وهي لسه فيها الروح اهو بعد ما نخلص حتى فتحانه وحنقطعه وانا بغسله كده هخلي الكاميرا تيجي على الراس بتاعته هتلاقوها لسه بتلعب كده فيها الروح بنبدأ نفتح من البط ونحاول نخلص سلسلة بالشكل ده كده يعني نفصل السلسلة عن اللحم بالشكل ده كده عشان هنعمله ايه ماشوي على الجريل لازم نعمله بالطريقة دي اهو بنخلص براحة كده واحدة واحدة طبعا احنا بنعمل بسرعة حضراتكم كده على مهلكو خالص وتبدأوا تخلو اللحم في جهة اهو بعد عن السلسلة كده والسلسلة في جهة اخر وتشيلوا السلسلة ترموها بقى وتعالوا نخسلها ونشوفها نعمل ايه بعد كده اهو بنشيل السلسلة كده واحنا بنشتغل كده وبننظف عايزين نقول اهم فوائد التعبين هي جميلة جدا لكبار السن فما بالك بقى للشباب بتعمل ايه لكبار السن بتخلي قلبهم دايما شباب بتدلهم نشاط وحيوية اه وانا بنصح لكل واحد يعني كبير في السن او عنده حد كبير في السن يأكلوا من التعبين دي عشان هي دايما بتعمل على تنشيط الزاكرة والادراك وبتمنع مرض الزهايمر والسكر ومرض السرطان واي مرض يخص القلب بفضل الله اهو شايفين الراس بتلعب قدام حضراتكم لو ركستوا كده هتلاقي لسه صحي طيب وقطعناها بالشكل ده كده وطبعا التشريحة دي عشان ما تكشش مننا على الجريل فيها يا جماعة بروتين كبير يعني فيها بروتين بنسبة عالية وفيها فوسفور وفيها حديد وفيها فيتامينات وطبعا مفيدة جدا للعجون بتقوّل نظر جدا وبتعمل على نمو المخ على جريلة سخنة وعملناها بشكل ده خدت اللون ده معانا نفس الطريقة على الجهة اللي هي تحت هندي لها نفس اللون ده تمام؟ هتطلع معانا ان شاء الله كويس والتعبين دي بتكون موجودة في انهي قرّة اكتر قرّة اسيا وموجودة في بعض الدول الاوروبية وطبعا البيئة الاساسية بتاعتها البحر المتوسط وموجودة عندنا في مصر كتير قوي في المزارع وفي البحر المتوسط اهو شايفين لسه بيضة لازم ان نسيبها كمان شوي وطبعا يا جماعة الزيت ولمون او الصوس اللي هنعملوه طبعا كل واحد له طريقة هنعلكو على طريقتين بصد كده اه ان شاء الله نعملوها دي بطارق يا جماعة وبيت صبيت طيب عندنا فلفل الوان احمر واصفر ماشي اصفر بس ماشي اهو فلفل الوان اصفر مع توم مع لامون مع ملح مع فلفل وكمون سهلة اوي كده وشوية مية صغرين ولو عايزين تحطه معلقة مسترضة مفيش اي مشكلة نضرب كل ده في الخلاط ونحطه بعد ما تستوي وندخلها الفرن تاخد تشمعها معانا وتطلع بالشكل ده اهو ملح وفلفل وكمون ولمون وفلفل الوان اصفر ولو عندنا احمر ماشي ولو معلقة مسترضة مفيش اي مشكلة طب لو مفيش الصوس ده يبقى ملح وفلفل وكمون ولمون بس اهو وانا هعصر قدام حضرات كولمون وشوية كده ايه ملح ببهرات وحنرش علي هتطلع معانا في منتهى الجمال والحلوة واجربوها هتعجبك جدا ولو مفيش جريلة عندكو طاصة فال تمشي او جريلة بوتاجاز موجودة في اي ادوات منزلي شايفين بقى لامس الاخيرة شوية ببهرات كده وشوية ملح وما ننساش الخضرة جامعة الشبط البودون السوء الكوزبرة انتظروا باقي الفيديوهات ان شاء الله عن التعاملين كتير قوي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة